جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلية حيث أكد البنك الدولي أن أفاق الاقتصاد الكل في اليمن للعام الحالي غير مؤكدة وضبابية إلى حد كبير بالنظر للقيود المفروضة على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية لكنه أكد أنه في حالة حدوث هدنة دائمة أو تحقيق سلام وجهود قوية للإصلاح فإنه يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نمو أكثر استدامة خلال أشهر مدفوعا بانتعاش سريع متوقعا في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل عادة الإعمار وقال في بينه أن ظروف اليمن شديدة تتقلب بسبب الدوافع المحلية والخارجية حيث ساعت الاحتياجات الإنسانية بسبب الآثار الاقتصادية للأزمات المتفاقمة بما في الحرب الروسية الأوكرانية وهو منعكس على مساعدات الخارجية وارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية تأهد بنك الشعب الصيني البنك المركزي بتنفيذ نهج أكثر استهدافا للسياسة النقدية الحكيمة وتقديم دعم أقوى للاقتصاد الحقيقي في البلاد وأكد البنك أنه سيبدل قسار جهده لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف والأسعار وتوسيع الطلب المحلي والتمويل الشامل والتلمية الخضراء والابتكار العلمي والتقني تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطة لتاقة نووية السبت لتنهي برنامجا استمرت ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركة الاحتجاج في أوروبا لكنه حصل على مهلة إضافية قصيرة بسبب حرب أوكرانيا وتقرر إغلاق أبراج الدخان في مفاعلات إيسار 2 وإيمس لاندا والنيكار فيستهايم 2 إلى الأبد بحلول منتصف الليل في إطار تنفيذ برلين خطتها لقصر توليد الكهرباء على مصادر متجددة بحلول عام 2035 وكانت ألمانيا تعهدت بالتخلي عن التاقة نووية بشكل نهائي بعد كارثة فوكوشيما التي شهدت اليابان عام 2011 وعدت للتلوث النشاعي وأحدثت حالة دعر في العالم وأخيرا أصدر الرئيس الفرنسي مرسوم إصلاحي نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وكان المجلس الدستوري قد صدق على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ما أثار استياء المعارضة والنقابة التي تعهدت للسمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية